السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم إن شاء الله سنشارككم كيكا بالخميرة البلدية اللي ممكن تعمروها بش ما بغيتو وغنشوفو كذلك واحد الفطائر مالحين أو أو بنكي اللي غد نجدو إن شاء الله غير بالتقيقة ديال غير بالعدس تمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم إنا الإعجاب ديالكم وبسم الله على بركتي الله بدأوا بالوصفة الأولى غنحتاجو نص كيلو ديال العدس أنا استخدمت هاد الحمر هادا اللي كان أنا رقدتو ضروري واحد الليلة كاملة بش يجيني السهل وخاصنا نبدلولي لما نغسلوهم زيان بش يجيني سهل في الطحين ومنها يعني نتخلصو من لسيد فيتيك اللي فيه هنا عندنا واحد البصيلة ممكن تستخدموا أي بصيلة عندكم هنا عندي واحد شوية ديال هريسة في الحمراء شوية ديال قصب الريابس والكامون ممكن تستخدموا يعني العدس العادي اللي عندكم غير هو تتكون في ديال القشرة كيجي شوية صعيف في الطحين وكيكون حتى الماداق مختلف هذا الماداق دياله مقبول الملحاء وهنا عندي واحد الراسة ديال توما لأنك تعجبني أنا توما انتم استخدموا لحسب الضوء ديالكم وعندي واحد القبطة ديال المعدنوس وشوية ديال الزعتر الزعتر ما تكتروش باش ماي يعني باش ماي يجيكم شمر وهنا أنا غنستعمل واحد شوية ديال البيكاربونات باش تتنفخ واحد شوية يعني بشيجو شوية مفشفشين ولكن راح فيس موجدهم بدون بيكاربونات يعني ممكن غير هم وكيجيو شوية مع الجنين هدا هو الفرق صافي هنا كنزيد شوية ديال الخل ممكن ديروا الحامض باش تفعل ديك البيكاربونات وغادن ضروري خصنين نزيد حتى شوية ديال زيت الزيتون كيزيد اللدة وكيزيد حتى شوية يعني كيخففته هو وهنا عندي واحد الكاس ديال الماء انا كنت موجده لما ديال ديال عرق الصوت ولكن ديروا اي ما بغيتو يعني غير المعادي ماشي ماشي ضروري غير انا كان عندي موجود فكنا استخدمتو في هاد الوصفة صافي كان طحن مزيان حاولوا طحنوهم مزيان الى بغيتو يكونوا بتديروا بم ديك خيب ويكون الخليط ناعم فعودوا طحنوهم في الطحنة اللي عندكم شتحن لت الطحن مزيان وانا بما ان انا غنوجد بهم يعني غير تقريبا يعني الاغلبية غنوجد بهم هاد البينكيك فاغد ان نخلي غير هكذا صافي وغير كان يعني مباشرة راسا ما كخليوهمش ارتاحو كان ناخدو ميقلاس دائما بدو على نار هادئة وتكت قبط فراسها عاد كتقلبوها انا هنا غد لان هنا بقايا الله باديا المقلة بقى ما سخوناش مزيان فغدا نستغل ونوجد ربعة في مرة ويلا بغيتورا ممكن نديروهم حتى في الفران ممكن نديروهم كذلك انا غدا نوريكم واحد شوية اللي بغي يديروهم كخيب هما هاد المالحين كيجو زوينين بزاف 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 يعني قدرو يعني كيجو كيشبعو خاصة اللي دير ريجيم كيشبعو يعني لكلتوه هادا صافي ما كتبقاوش تقدرو تتاكلو وفي نص الوقت غنيين بالبروتين الى اخيري مهم كي بقيت لكم يلا بغيتو تقدرو تعمرهم تديروهم على شكل كخيب وتعمرهم ودخلهم تزيدوهم في الفران معمرين كيجيوا بحلي كي تقرم شو واحد شوية وكيجيوا لدادين صافي اهنا كيف شتو كنقلبوهم حتى كيطيبوهم زيان انا كنخليهم يطيبوهم زيان عاد كنحطهم الى كان مازال تابعهم طيب مازال غد دخلهم الفران فغير غير كي يعني كيقف طراثهم كتقلبوهم ومن بعد كتخليهم تيكملو الطيب ديهم في الفران انا بما انني غدا نطيبهم طيبة وحدة فخليتهم طابو مزيان يعني احتقب طراثهم وحسيس بيهم طابو عاد على كل ليرنا هاد العدس راه معروف بانه تيطيب بسرعة خاصة اني رقتو لي لكاملة فادجا كنسهل عليه هنا كيفشتو غدا ذاك شوية اللي بقالية غدا نطحنو مزيان شفتو وزد عليه واحد شوية دي الماء وعود تحنتو مزيان وغدا نوجد به الكخيب داروري كتخفو شوية لابعت معرفت كيفاش تما صورت تيك المرحلة فاش كنزيد شوية دي الماء ولا ما عدت قطعتها في المونتاج وبلا مرض البال يعني كتزيدو شوية دي الماء وكتتعودو الطحنو مزيان شفتو كيولي الخليط ناعم جدا ممكن دلو به الكخيب وممكن ترقوهم حتى الرقها اللي بغيتو وهاد الكريب اللي بوجت عمرتهم أنا يا بالبيض وكيف قيت ليكم راح شفتو يعني غير كتدو يعني تقبط راسها كتفو عليها ممكن تعمروهم باش ما بغيتو تعودو تدخلهم بالفران كيجو زبينين بزاف والوليدات ما كيعرفو مش باش موجدين خاصة لكتوب ملفينهم هاد شي اللي مالحة هكدا صافي أنا هاد البينكيك هاد النهار كان هو الغضاء دينا فقدرت فيه درت هنايا البيض والمخللات استعملت الفلفلة مخلاء ودرت هنايا يعني اللابوكا صافي وكتقدموها مع شوية دي المخللات شوية يكون مخلط مع لصالات وصافيوها هي وجبة متكاملة صحية وسهلة يعني هنيا هادي كلاس صوس كنتستعمل لصوس دي الفلفلة يعني الخليط اللي كنت وجدت معاكم الوصفة اللي ما كانت في حتى شي بلاسة يعني هاد كتتحنو الفلفلة وكتزيدوها الفلفلة مرقدة كتجي رائعة جدا كانت فيك رزوينة بزاف كنتمنى ان شاء الله تكونوا جربتوها مخادبة مبقاش صراحة وقت الفلفلة يعني هاد المرة ان شاء الله يلاجدتكم رجعوا لهذاك الفيديو وجربوه كنأكد لكم بان الوصفة كانت زوينة بزاف ولديدة بزاف وشوفو كي راه باقع لحد الان يالله يالله كملت هديك القرعة وكان واحد نوع اخر اللي وجدت غل في الفلفلة بوحدها ولاصوس دي الفلفلة احت هي كانت شي حاجة اللي زوينة بزاف احت هي كانت صغير هي ما كانت زوينة بزافة تقادت لينا دابة كنوجدها بالفلفلة اللي مرقضة كنناخدها وكننطحنها وكننوجد بها لاصوس سافي هنا الكخيب اللي عمرت شتو عمرته بالبيض يعني في المقلاة هرست عليه البيض خليتها تطابت وقلبت وعمرت بشوية ديال لابوكا وولاصوس وهنتو ما هاكي كي يجي لانا ندرتش فيه شوية ديالبيكاربونات كي يجي شوية مفشفش الى ما درسوش لي ها البيكاربونات كي يجي شوية لاصق سافي هدا هو الفرق احنا غنضوزو ان شاء الله باش نوجدو الكيكا احنا سولتواني على الانواع ديال السكر اللي كنستعمل كي الناس لي ما كيستخدموش بالسكر بالمرة فمنهم انا انا كنحاول ما امكان اني ما ناكلش السكر ولكن بالنسبة للولاد ضروري خاصنا ندخلو لهم السكر في الوصفات مهم هاد الانواع ديال السكر كينين انواع واشكال كسولتوني على الانواع اللي كنناخد كنناخد هاد الو سكر دوكان الاصلي يعني ما تكونش غير محمرين السكر يعني السكر ديال السكر دوكان كينين انواع اخرى كينين انواع كتيرة بزاف من نسبة لهذا غابا ديال الماداق ديالو قوي بحل غيجليس فما خاصناش نديرو منو بزاف خاصنا نديرو منو غير بحل يتنسمو به كي اعطيوا حد الماداق حلو لي هو بسيط يعني مشي حلو بزاف و الماداق ديالو كيكون قوي يعني في اللي باتيسخي يعني اللي شاف باتيسي كي يستعملوه باش كينسمو به الوصفات فاداك شريتا نديرت انا اللي استعملتو كنستخدم غير شي شوية مشي بزاف وردرت السكر جاوز لهن بالنسبة للمكونات ديال كيكي ناربع ديال البيضات والسكر ولا العسل ولا سكر ولا ممكن استخدموه سكر ديال تمار ممكن استعملو السكر اللي بغيتو انا اصلا مشي دائما نستخدم نفس السكر فاهم كل مرة كنبدل بالنسبة الخميرة البلدية هنا راني عبرتها ليكم بالقرام فيها تقريبا 130 قرام اللي ما عندوش خميرة بلدية مغاش يستخدم خميرة بلدية غتديري 100 قرام ديال دقيق يعني غتعوضي بها الخميرة البلدية بالنسبة الياغورت احتهو عبرت ليكم لان انا ما اخده هذا الكبير انا استعمت هذا ديال ديال النعجة اللي ما في حتش حاجة في غير الحليب ديال النعجة وبين قوسين ديرين يعني يستعملو غير الحليب كيب باش يعني باش فيغمونتاو هاد الياغورت فاهنا عندي 200 قرام اللي عبرت ديال ديال الياغورت اللي غدا نستعمل فممكن تعودوها بكاس ديال الحليب او كاس ديال ديال عصير البرتقال او اي حاجة بغيتو ماشي مشكل لانا كينا الخميرة البلدية قدير لنا هنا العامل هاد الشي غير كيزيد واحد الخفة وكيفعل الخميرة حتى كيساعد على التفعيل ديال الخميرة بطبيعة الحارة كتخمر بسرعة الحلوة يعني الكيكا كتخمر بسرعة وكتجي حتى خفيفة احنا زدت واحد ثلاثة او الاربعات ديال كاكاو المر وبالنسبة زيت زيتون نصف كاس يعني تقريبا عندي شستين ميليليت خديل زيت زيتون وانا غن نسمها هاد النهار الى كنتو غد توجدوها الوليدات فحاولوا تنسموها بش حاجة اللي قدروا الوليدات يقبلوها فانا غن دير فيها القهوة والبديان انا كيشفتو عندي واحد تقريبا معلقة كبيرة عامرة ديال القهوة وزدت واحد جدي نجيمة ديال بديان وغن زيد عليم شوية ديال السكر جاوز الهند باش غدا نطحنها ومني غدا نطحن ديك القهوة كتبقى يعني ناعمة جدا بهذاك السكر كيساعد على التحن على كل اللي راكم عارفين بان الملح والسكر ومني كنتحنوه مع التوابية كيساعدو باش كيتحنو يعني باش كتتتحليكم الحاجة زيانة وخاتكم وغا تحنوها في الماكينة انا كنتحننغير في هذه ديال القهوة التوابيل كاملة تقريبا سفي ضروري كنغرب لدك الشي باش يكون الخاليط ناعم وغدا نخلط هاد الخاليط ومبعد عاد غنزيد الدقيقة بالنسبة للدقيقة انا غنستعمل جدي الاكواب وكل كاس كي عبرت قريبا 100 جرام ديال الدقيقة النوعية ديال الدقيقة اللي استعملت غير فارينا تيب 65 اللي كنت شاركت معكم في واحد الفيديو يعني اللي باقي عند ياراكم شفتو خديت كل باكية تقريبا في 10 كيلو فكيبقى عندي تقريبا شي شهرين او اكتر لان هاد الشي نضر الزت الكاس تاني هاد شي ماشي دايما كان وجدو يعني مرة مرة صافي و هاد بحل هاد الكيك خاصة هادول كيكونوا تقالين بحل كا فما تخافوش اليوم ممكن توجدوهم في الليل يعني توجدي كيكا ديالك في الليل كتدخليها الفران وكتسدعليها وطال الصباح مني كتتناضي الصباح كتشعلي الفران يسخن ودخلي الكيكا ديالك انا هاد المرة غدا نديرها رقيقة باش بغيت نعمرها بشوية القرقاع وشوكلاة وممكن تعمروها بالفواكه تعمروها باش ما بغيتوها ديالك كزا تكون رقيقة هكدا او ترشوها غير باللوز مرة مرة كان نوجدها هادي باش كان نبدل شوية وممكن كذلك انكم توجدوها غير هكدا عادية وتقطعوها وتديرو واحدة فوق واحدة ان شاء الله شمرا نشارك معكم هالطريقة احتهية كجيزوينة هنا كيف كتشوفو غدا نعمرها غير بالغير بالقرقاع وشوية ديال الشكلات بالنسبة للشكلات اللي كانستعمل حاليا كان ناخدو اللي وليس كان نشري مؤخرا هو هذا كان ناخدو الكيلو كان ناخد كيلو كيبقى عندي الكيلو البلاسة اللي كان نشري منا كان نشري موحد ما قازا اسمي تا اغموني ناتيو ولكن قلبت في انترنت القيس بان كينا غير هادي يعني ماشي انشان وعندو مزاف ديالي ما قازا فهادو كيبيعوه بتخيز اوغو الكيلو يعني كيلو ركيبقى عندكم مش حال هو هدا مر شوية لانا في 85% ديال كاكاو وفي غير الكاكاو وفيه السكر دوكان وفيه البوردو كاكاو سوف يتشيري فيه فيه ثلاثة ديال المكونات ما فيه شي حاجة اخرى سوفي مني عمرتها كيبي قيت ليكو دخلها الفران وكنخلي احتها كتخمر بقيت كان نهضر على الشوكولات لانا دائم ستتسولوني منسان ناخد شوكولات وشفت بانا كين حتى في انترنت الانشان هار غدا نكمون ديه ان شاء الله كين حتى في انترنت شوكولات اللي ما في حتى شي حاجة وكتقلبوا على خاطركم اللي بغى ياخد الشوكولات الكتاب الى اخرى يعني كين كل شي كل شي كيندخلو الامازون قلبو او كين دي كين دي سيت اللي فيهم يعني كين الاختيار غير الواحد ما يحرمش بخاصة اللي دات صغر باش هكدا كيكون على الاقل كيولفو ذك شي ديال الدار اتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم والى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله